السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتناول الآن الحركة الخطية بتسارع متغير طبعا في تلك الحالة بيكون التسارع دالة في الزمن احنا خدنا وتناولنا بشيء من التفصيل الحركة الخطية بتسارع سابت لما يكون التسارع قيمة سابتة طبعا الحالات دي يكون الحالتين الحركة الخطية بتسارع سابت او الحركة الخطية بتسارع متغير كلهما طبعا السرعة متغيرة عشان يكون عندي تسارع لازي يكون عندي سرعة متغيرة طبعا التسارع هنا كدال في الزمن العلاقة بين السرعة V والزمن علاقة غير خطية والعلاقة بين الإزاحة X والزمن T علاقة غير خطية متوسط التسارع هو نسبة التغير في سرعة الدقيقة مادية إلى الزمن الذي تم فيه التغير ويقضى بهذه العلاقة ده عبارة عن التسارع التسارع المتوسط مقدار التغير في السرعة على مقدار التغير في الزمن تسارع اللحظي زي ما اخدنا السرعة اللحظية بناخد برضو التسارع اللحظي وجلنا ان السرعة اللحظية هي مشتقط الازاحة بالنسبة للزمن ولكن التسارع اللحظي هو مشتقط السرعة بالنسبة للزمن ويكتب على هذه الحالة dv على dt وبرضو زي ما احنا خدخدناها قبل كده وكتبناها بهذه الصورة جات من فين الصورة دي المكتوب عص الموضحها معنا ان التسارع اللحظي يساوي limit delta t لما تقول السف لما الزمن يقول السف دلتا V على دلتا T ده يبقى دي V على دي T ده إبارة عن مقدار التغير مشتقة السرعة بالنسبة للأمشاقة الأولى للسرعة بالنسبة من للزمن غالبا منك تفي بقوّل التسارع بعدما تسارع اللحظة مش هكول ما نقول تسارع اللحظة تمام وبس أول ما يقول لك والله أوجي التسارع عند كذا يديك الزمن يبقى معنى ذاك أنه عايز التسارع اللحظة التسارع مثل السرعة طبعا تسارع مثل السرعة كمية تمام متجه عندي التسارع عندي السرعة دي كل كميات متجهة والقوة كمية متجهة تمام وطبعا وحدة السرعة متر كل ثانية وحدة التسارع متر كل ثانية تربيع تمام أو سنتيمتر كل ثانية تربيع لكن طبعا في نظام العالمي الوحدات متر كل ثانية تربيع وحدة طبعا التسارع كمية متجهة ووحدة قياسة هي وحدة سرعة على واحد الزمن تطبيقات الحركة الرأسية في مجال الجاذبية الأرضية وده بيسمون الفريفول السقوط الحر الحركة لما تكون حركة رأسية إلى أعلى يبقى في هذه الحالة ضد الجاذبية يبقى الجي ماينوس الجي على طول سالب يبقى نعود بكل معادات الحركة اللي خدناها قبل كده إن الحركة الرأسية إلى أعلى لما دام الحركة الرأسية إلى أعلى يبقى الجسم بيتحرك كده 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 وبعدين بيرجع تاني يبقى السرعة النهاية بكم بسفر اهي سرعة النهاية بزيرو نطبق في المعادلة الاولى لكن هناك ايه لما كانت حركة خطية يعني حركة على محور افقي لكن هنا حركة رأسية الحركة الرأسية احنا بنعود عن عن ال ايه نستعرض عنها بالج اللي هي تسارع الجاذبية الارضية اللي مقدارها الج مقدارها تسعة بوينت ايت متر كل سانية تربيع او تقريبا الجي عشر يعني انت لو عوضت عنها بعشرة يبقى تمام كلام صح ممكن ناخد المعادلة التانية هل اكس بيساوي في نوت تي زائد نص اي تي سكوير طبعا فيش حاجة اسمها اكس مدام حركة قصية بواي واي بيساوي في نوت طبعا ودائما اشارة سالب لان طبعا الحركة رد الجاذبية الارضية المعادلة الاخيرة في تربيع اللي هي مربع سرعة نهائية وجونا سرعة نهائية بيساوي سفر في هذا الحال سوى في نوت تربيع زائد مينس اثنين جي واي السقوط الحر الى اسفل يعني في هذه الحالة انا عندي سقوط مع الجاذبية يبقى الجي في هذه الحالة ايه موجابة الفيعة هتقول طبعا السقوط الحر الحركة الى اسفل يبقى في نوت بيساوي سفر طبعا ليه بقى لان هو الجسم يبتدي تحرك 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 وبعدين يبتدي يسقط مدام سقط يبقى وصل لسرعة بساوي سفر يبقى بدأ بها برضو سفر يبقى في نوت بسفر في هذا الحالة يبقى المعادلة الاولى اللي هي الفي بساوي في نوت زائد ايه جي في تي هتقول بساوي الي في نوت بسفر يبقى اللي بساوي جي في تي والوي بساوي نوص جي تي سكوير والي تربيع ساوي اثنين جي واي لان طبعا الفي نوت بساوي زيرو هناخد امثير على الحركة الرأسية في مجال الجاذبية اطلق جسم من على من عند سطح امارة وبتجارة سيلة اعلى بسرعة ابتدائية قدرها 20 متر لكل ثانية وكانت حركتي كما بالشكل اهو اهو جسم ده جسم ده اطلق من سطح اماره اهو كده وبعدين وصل لأقصى حاجة لما وصل لأقصى حاجة يبقى لفي بكام بسفر مدام وصل ان سرعة بساوي بسفر يبتلي يرجع تاني اهو رجع تاني رجع تاني لسطح الأرض سرعاته الابتدائية وبتجارة سيلال طبعا هو بدأ بسرعة ابتدائية الفي نطب كام اهي مكتوبة هنا 20 متر لكن الفي النهائية بكام بسفر لما يبتدي يرجع الى اسفل بدأ بسرعة ابتدائية بساوي 0 عايزين ما كان الجسم عنده تي بساوي واحد ثانية بعد تيب واقصى ارتفاع للجسم فوق سطح الأمارة في هذه الحالة اقصى ارتفاع يبقى الفي النهائية بكام بسفر ممكن يقوله في فاينال بسرعة الجسم ارتفاع 15 متر وارتفاع الأمارة شوف طبعا هنا جسم اطلق من عند سطح أمارة وباتجاه رأسي الأعلى نمكن مكان الجسم عنده تي بساوي واحد ثانية عنده تي بساوي واحد ثانية هذا الجسم طب الذي اطلق بهذه الصورة تمام احنا عايزين نشوف مكانه عنده واحد ثانية بساوي كام نطبق انه معادلة انا عندي المعادلة في ناخد في بساوي في نط زائد جي تي لكن هنا مدام طلع الى اعلى يبقى مينس جي تي الفي نط بيكان بعشرين وسرعا هي بكام السرعة النهائية بس اوه عايز مكان عايز المكان يبقى اكس هالى واي طبعا معلش واي لان احنا بتكلم عن هنا عن الفري فول سقوط حر واي تساوي الواي تساوي بتساوي في نط واي بيساوي في نط تي ماينس نص جي تي سكوير الفي نط بكام بعشرين والتي بكام بواحد ماينس نص الجي بكام بعشرة والتي بكام بواحد يبقى دي المسافة بتاعتي نعمل لها مكان كده نمسح دي كده عشان يبقى يندينا مكان على الفضاء طبعا نتخلي يندينا هنا حنا لما ننتجي نعود خارج كده عشرين يبقى هي يبقى الواي بيساوي نص في عشب خمسة يبقى مينس خمسة يبقى في خمستاشر متر ده عبارة عن مكان الجسم بواحد واحد ثاني يبقى عوضنا في المعادلة رقم اتنين طب اقصى ارتفاع اقصى ارتفاع للجسم يبقى ده الف هي ايه طب اقصى ارتفاع للجسم اقصى ارتفاع للجسم في هذه الحالة بيبقى الفينوت بكام الفينال بسفر يبقى انا ممكن اقصى ارتفاع يبقى انا عود على طول ممكن اهي الفي تربية بسوى في نوت دي بي زائد اتنين مينس طبعا مينس اتنين ج واي اقصى ارتفاع بسفر اهو وده بعجة تربيع عشرين في عشرين الكل تربيع مينس اتنين في عشرة في واي في هذه الحالة هتطلع من لك المينس عشرين الكل لتربيع بسوي ماينس 20 برضو واي المينس مع المينس يبقى موجب اموجب يبهى الواي بكم? الواي الساوي عشرين فعشرين بربمية عشرين متر. عشرين متر خلاص يبهن كده دك بيه. سرعة الجسم على ارتفاع خمسة inevitable. نحجأ السرعة النهائية هنا السرعة النهائية المطلوبة. السرعة النهائية المطلوبة السرعة نهائية المطلوبة عايزينها بعد خمستاش المتر طبعا اقصر ارتفاع انت هنا عايزين على ارتفاع خمس متر. يعني انت في رقم بيه. لو انت حسبت حسبت الو اقصر ارتفاع ولقيته عشرة. يببا لا اجابتك خاطئة. لان هو طالب منك سرعة جسم ارتفاع خمساشر متر. ما ينفحش يكون اقصر ارتفاع عشرة متر وهو طالب منك سرعة جسم ارتفاع خمساشر متر. لا لا يببا يببا لازم تعييد حساباتك من جديد. عزين السرعة يببا في هزيحة ممكن تطبق اين هم معادلة. ممكن معادلة الاولى يببا دي سي. في بالسوى في نوت. تمام? في التي. تمام? هنا ممكن نجيب الزمن. يعني هنا ممكن نجيب الزمن السرعة هي كام? تمام? السرعة النهائية كام? لكن احنا ما عندي لاش الزمن. وفي هزي الحالة انطبق على المعادلة ممكن نشوف المعادلة. لو معادلة التانية واي بساوي بي نوت تي. تمام? ماينس نص جي تي سكوير. تمام? لا يببا ممكن معادلة التالتة. المعادلة الثالث هي في تربيع بساوي في نوت تربيع زي ماينس اتنين جي واي. ممكن اجيبها. يبقى هدل في تربيع بتساوي. ده طبعا لا. في تربيع بساوي في نوت تربيع اللي كان يكام عشرين. ماينس جي ماسه اتنين جي فعشرة في واي اللي هو عايزه. واي بكام? مش عايزها واي مدهاني. واي هو مدهاني. تمام? واي بكام? بخمستاشر متر. اهي. واي بخمستاشر متر. واي بخمستاشر. يبقى في هذه الحالة ربعمية ماينس اتنين في عشرين. اتنين في عشر بعشرين في خمستاشر بتلتمية. يبقى مئة. يبقى الفي بكام الفي عشر متر لكل ثانية. ده الفي النهائية على ارتفاع خمستاشر متر. دال يريد تفكر فيها في البيت. اتقاطكم في العادة اللي وامنين. السلام عليكم.